الاسبوع اللي فات حذرنا من تفاقم ازمة النادي الاهلي مع المنتخب الوطني بسبب اصرار النادي الاهلي والسوشيال ميديا واللجان الالكترونية على ضرورة يعني الترك او السماح للرباعي محمد الشناوي محمد عبد المنعم محمد هاني مروان عطية للانضمام الى معسكر النادي الاهلي حصل ضغوط طبعا على اتحاد الكرة وحصل ضغوط من اتحاد الكرة على فيتوريا وبالتالي رضخ اتحاد الكرة ورضخ فيتوريا ورحل الرباعي كل شناوي وهاني وعبد المنعم ومروان عطية فكانت النتيجة هي خسارة المنتخب الوطني في اول اختبار حقيقي امام المنتخب التونسي بسلسية لاللي في اتحاد الكرة راعوا سمعت المنتخب الكرة المصري ولا المسؤولين في النادي الاهلي راعوا سمعت المنتخب مصر وفي نفس الوقت اتبدأ محاولات نفس المحاولات دي حصلت في تونس وحصلت في جنوب افريقيا حصلت في تونس تونس رفضت انها اتفرد في علي معلوم اللي انتظم النهاردة في تدريبات النادي الاهلي وبرسي تاو في جنوب افريقيا واللي برضو انتظم في تدريبات النادي الاهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بعد بكرة في السوبر الافريقي لكن دفع التمن المنتخب الوطني لكرة القدم دفع تمن اخطاء اتحاد الكرة وضعف اتحاد الكرة لدرجة ان مسؤولين في اتحاد الكرة بقولك بمعلومات مسؤولين وهما بينقشوا الازمة احدهم قال احد اعضاء مجلس الادارة وهما بينقشوا الازمة قالك السوشيال ميديا مش هترحمنا طب طالما انت بتخاف من السوشيال ميديا انت جاي تبقى مسؤول عن الكرة في مصفلين والسوشيال ميديا طالما هي اللي هتوجهك سواء بقى في الاهلي سواء في الزمالك واعني هنا الوقعة اللي احنا بصددها لانها وقعة خدوا قرار بعد كده سواء فيتوريا او سواء حزم امام عضو مجلس الادارة اتحاد الكرة بعد سلاسية تونس وبعد طبعا الخسارة التقيلة جدا للمنتخب الوطني اللي بيستعد لبطولة امم افريقيا قلنا قبل كده وهجيب لكم فيديو في اول سبتمبر قلنا لك ان كل الاندية دي بتلعب علشان تخدم على المنتخب الوطني مش العكس لما توصل لمرحلة ان الاهلي رقم واحد والزمالك رقم واحد اهم من المنتخب يبقى مجيش تلوم هنا محمد صلاح مجيش تقوله هو فين محمد صلاح احسن لعب في العالم او من احسن ثلاث لعيبة في العالم ما هو محمد صلاح مش هشتغل لوحده ولا هي وقتا ما بنحب نطلع ان محمد صلاح هو المسؤول عن المنتخب وهو اللي يواجه الازمات بنطلعها في تويتات معينة ووقتا ما ما بنحبش نخلي او لو المنتخب عمل انجاز بينسى بالانجاز ده لعب الاندية وتحديدا لعب الاهلي والزمالك الفيتوريا خرج منفعل جدا من المباراة دخل قط اللبس كان منفعل جدا جدا بسبب طبعا الخسارة بسلسية وقال لهم انا عمري مخسرت بالطريقة دي ولا عمري حد ضغط علي نص الكلام اللي قالوا في المؤتمر الصحفي فيتوريا قالوا جوه قط اللبس لانه كان مستاء جدا جدا وقال لهم تحديدا انا مش هراعي اي نادي بعد كده وقال محدش يجي يكلمني على اي ازمة لأي نادي سواء بيشارك في بطولة افريقيا او بيشارك في اي بطولات خارجية ومحدش يجي يطلب مني لعيبة بعد كده لأي نادي بيشارك في البطولات الافريقية